بعد افتتاح الجولة التاسعة عشر بإجراء ثلاث مقابلات منها الثلاثاء الماضي تلعب غدن الجمعة ثلاث مقابلات أخرى أبرزها مواجهة الرايد شباب قسنطين أمام اتحاد الحراش التي تكتسي نقاطها أهمية كبيرة لكل الفريقين أين يطمح السياسي لمواصل التعمق فريق النقاط على أقرى ملاحقه فيما يسعى الفريق الحراش إحداث المفاجهة والعودة على الأقل بأخف الأضرار وستكون القمة في هذه الجولة بملعب خمسة جوليا بين اتحاد العاصمة واتحاد بالعباس قمة لا يريد الاتحاد تفويت الفرصة فيها للانفراد بالوصفة ويحتضي الملعب الإخوة براكني بالبوليدة وفي غيابي الجمهور مواجهة الاتحاد المحلي بنادي بارادو في لقاء يريد فيه أبناء مدينة الورود التأكيد على النتائج الإيجابية المسجلة في الفترة الأخيرة على أن تكتمل الجولة السبت بإجراء مقابلته شبيب التلقبائي النصر حسين داي مولودي توهران دفع تاجنانت الشبيب المتواجدة في وضعية صعبة تحتم عليها الظفر بنقاطية المواجهة التي تجمعها بميدانها أمام نصر حسين داي هذا الأخير الذي يخوض اللقاء بدون ضغط نظرا للمرتبة المرحة التي يحتلها في سلم الترتيب أما مولودي توهران الذي يطمح إلى طي صفحة الإقصاء من منافسة كاسية الجمهورية وحصد النقاط الثلاث في المواجهة التي يستقبل فيها الجريح دفع تاجنانت المتواجد في المنطقة الحمراء باحتلاله الصف الثالث عشر برسي ثمانية عشر نقطة